تخيل انك تقدر تربح اكتر من 18 دولار لحد 38 دولار يوميا عن طريق ترويج عروض السبا على منصات قوية مستهدفة عليها معدل زيارات بداية من 6 مليون زيارة لمتين وخمسين مليون زيارة شهريا وكل ده وانت مبتدئ لو عايز تعرف وتتعلم ازاي تحقق الارباح دي تابع الفيديو للنهاية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا يوسف احمد ودي قناتكم قناة تعلم دوت نت وفيها بنتكلم عن كل ما يخص العمل على الانترنت قبل نبدأ في استراتيجية النهاردة ما تبخلش علينا باللايك والشير واكيد اشتراكك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان يوصلك جميع فيديوهاتنا بمجرد رفعها على القناة وندخل في الشرح مباشرة ازاي هتحقق اكتر من 18 دولار يوميا من ترويج عروض السبا بطريقة مجانية على منصات قوية اول حاجة تعالوا نشوف معدل الزيارات الاول على المواقع اللي احنا نشتغل عليها والموقع الاول عليه معدل زيارات زي ما انت شايف 6 مليون 7 مليون 6 مليون زيارة شهرية تعالوا نبص بقى على الاستهداف top 5 countries الولايات المتحدة الامريكية معدل الزيارات من امريكا 54% يعني جمهور مستهدف امريكي 100% هيحقق معاك الارباح اللي انت تتوقعها الموقع التاني معدل الزيارات عليه 777 مليون زيارة 800 مليون زيارة 720 مليون زيارة شهريا تعالوا نشوف اظن احنا دلوقتي هنشتغل وهنكون عارفين المنصات القوية وعليها معدل زيارات قد ايه في الشهر مستهدفة الخطوة التانية اللي بعد كده ان انت تروح مباشرة على اي شركة يعني ايه يعني انت تحصل على ارباح بمجرد ما الزائر يقوم بفعل معين يدخل رقم تليفونه يدخل بريد الكتروني يحمل تطبيق اي حاجة من دي العميل هيعملها او الزائر هيعملها انت تحصل على ارباح بداة بقى من واحد دولار اتنين دولار لحد تلاتين دولار واربعين دولار طيب الشركات اللي نشتغل عليها هي ايه اول شركة وهي شركة بتقبل اي مبتدئ يعني انت لو لسه بداية كده في المجال متعرفش في اي حاجة عن اي حاجة تقدر تسجل مجاني زي ما انا شرح فوق في عرف الاي هنا وبيتم مقبولك مباشرة ولو عايز تشتغل باحترافية اكتر يبقى تروح على شركة ودي شركة مخصصة في عروض اس بي ايه وغلق المحتوى عن طريق عروض اس بي ايه ولكن دي محتاجة حد يكون فاهم شوية علشان يقدر يتم مقبوله في شركة او جي ادز ازاي هتسجل فيها برضو انا سايب لك رابط شرح التسجيل في موقع او جي ادز وازاي يتم مقبولك مباشرة بدون اي مشاكل حتى لو انت برضو مبتدئ سواء ما اسجلت في او اي موقع من الموقع دي هنشتغل ازاي لو نفتكر في اول الشرح احنا قلنا ان احنا هنستهدف مواقع اكتر الزيارات بتاعتها الولايات المتحدة زي ما انت شايف ازا كان الموقع الاول او الموقع التاني فاحنا هنا لازم نستهدف العروض الموجهة للولايات المتحدة الامريكية هنعمل الكلام ده ازاي نبدأ بشركة او جي ادز بنروح هنا على افرز برضو ونيجي هنا على ونكتب هنا عشان يجيب لك كل العروض اللي موجودة في الوقت المتحدة الامريكية تمام واللي انت تقدر تستغلها وتستهدفها على المواقع اللي شرحناها في الاول قدامك كاز عرض برضو من اكتر تاني تختار عروض قوية صادقة هنا نسيبنا منها هنا ننزل تحت على لتحميل برنامج فينمو وكملت عشر عروض بس هيجي لك تمنتاشر دولار مقابل استخدام عرض فينمو وده تطبيق قوي زي ما قلنا فينمو ده عبارة عن ايه ده احد تطبيقات او خدمات اه بنك بيبال الكتروني ولو ما تعرفش يعني ايه بنوك الكترونية او حابب تعرف يعني بنوك الكترونية وتنشئ حساب على بيبال علشان تقدر تستلم ارباحك فانا شارع فوق في حرف الاي هنا ازاي تسجل بطريقة مجانية في موقع بيبال وتقدر تستلم ارباحك وتفعل حسابك ولو رحنا على بتروح هنا على يفتح لق الايكونر قدامك دي هروح هنا على وهنكتب هجيب لك هنا عروض السي بي ايه اللي موجهة للولايات الامتحدة الامريكية ولاحظ ان احنا لازم نختار قوية صادقة ليه? علشان الزائر يستفيد منك من التطبيق او اي حاجة انت هتقدمها لتكون حقية وبالتالي انت هتحصل على ارباح بناء على الفايدة اللي انت ادتها للزائر او العميل اللي هيدخل على عرض السي بي ايه بتاعك فانت هنا قدامك تلات عروض هنا البرنامج ده اسمه بلوزوم ايب ده خاص بيه النباتات او يعرف الزائر ازاي يقدر يعتني بيه النباتات وليكن احنا مسلا مسلا هنختار العرض الاول ده ونعمله لصق وهو ده عرض السي بي ايه اللي هنشتغل عليه بعد كده بقى نروح على الخطوة التانية الخطوة التانية عبارة عن ايه الخطوة التانية ان احنا هنعمل صفحة هبوط على منصة بلوجر المجانية ليه صفحة هبوط علشان ما تيجي تروج العرض مايتمش حزر الروابط اللي انت تشتغل عليها لان المنصات اللي احنا تشتغل عليها منصات قوية بتقدر تفلتر الروابط اللي موجودة هنعمل الكلام ده ازاي كلنا عارفين منصة بلوجر المجانية تمام بلوجر دوت كوم تيجي هنا تضغط على انشاء مدونة تنشئ مدونة باي عنوان التالي عنوان بلوجوز بوت اي عنوان لانها في خطوة مهمة هنحتاج لو انت عايز تختار او تشتغل بطريقة احترافية تم انشاء المدونة نقدر بقى نيجي هنا نعمل مشاركة جديدة بالتدوينة او صفحة الهبوط الخاصة بعرض السي بي اللي احنا اشتغلنا عليه ولكن لو نفتكر من اقل من تلاتين ثانية قلتلك انت عايز تشتغل بشكل احترافي طب هتشتغل بشكل احترافي ازاي ان انت تحجز دومين دوت كوم وتربطه بالمدونة هنا بقى الدومين دوت كوم لازم تختار دومين دوت كوم احترافي ليه علاقة بالمجال اللي انت هتشتغل عليه لو انت اخترت عرض السي بي الخاص بالنباتات يبقى تختار اسم ليه علاقة بالنباتات والاهتمام بالنباتات لو استخدمت عروض السباق الخاصة بتطبيقات للموبايل يبقى انت تختار اسم دومين لعلاقة بالموبايل لو انت محتار ممكن تختار اسمك الشخصي وتحجز دومين ليك باسمك الشخصي تقدر تستخدمه في اي حاجة طب هننفذ الكلام ده ازاي في فرصة وعرض متاح لفترة محدودة ان انت تقدر تحجز الدومين بتاعك دوتكم بقل من اتنين جنيه استرليني او بمعادل سبعين تمانين جنيه مصري او بمعادل اتنين ونص دولار طيب العرض ده ساري لحد ده لمدة اسبوع وطبعا بتقدر تحجز الدومين ده لمدة سنة بالمبلغ اللي احنا قلنا عليه اتنين جنيه استرليني في حين ان انت بتحجزه في مواقع تانية بيصل ليه تمانية وعشرة دولار وخمستاشر دولار طيب علشان تفعل الكوبون الخصم ده هتفعله ازاي هتلاقي رابط موجود فيه صندوق الوصف هتضغط عليه علشان يفتح لك الصفحة اللي قدامك دي ودي صفحة الموقع اللي هنحجز عليه دوتكم بقل من اتنين جنيه استرليني زي ما انت شايف هنا دومين دوتكم بواحد تسعة وتسعين جنيه استرليني هنعمل ايه هنضغط على الايكونة دي او ممكن عادة تشتغل على نفس الصفحة مش هتفرق كتير وتيجي هنا وتبحث عن الدومين بتاعك دومين دوتكم بتكتب اسمك الشخصي وبعد كده دوتكم وتشوف الدومين ده متاح ولا لأ بنضغط على علشان نتأكد ان الدومين متاح ولا لأ زي ما انت شايف هنا ايام نبدأ بقى خطوات حجز الدومين بروسيتو باسكت بروسيتو باسكت بروسيتو باسكت ونروح على الخطوة الخطوة الخاصة بدفع تمن الدومين اللي انت هتحجزه وهنا هنركز قوي علشان لا نتحمل اي تكاليف اضافية ده الدومين دوتكم اللي احنا هنحجزه نحزف بقى اي حاجة تانية غيره ونسيب الدومين بس مش اكتر من كده تمام زي ما انت شايف هنا خلاص الدومين بقى جنيه تسعة وتسعين جنيه استرليني بضغط هنا على كرية اكاونت وابدأ بقى اضيف بياناتي اسمك الاول اسمك الاخير رقم التليفون البريد الالكتروني تاريخ ميلاد كلمة تذكرية كلمة مرور وبعد كده بتختار العنوان اللي انت عايش فيه الدولة وبعد كده الادرس وان وبعد كده المحافظة والبوست زيب كود او الرقم البريدي وبعد كده بتبدأ تضغط علينا على بورستيد علشان تستكمل باقي البيانات اللي قدامك دي وبعد كده بتضغط على كونتينيو وتسجل بيانات الدفع علشان تحجز الدومين بعد بنحجز الدومين بتاعنا دومين دوتكم بنبدأ نحصل على الهدايا مع حجز الدومين ايه هي الهدايا? الهدايا الاولى ان انت تقدر تحصل على ايميل احترافي صبورت اسم موقعك او ادمن اسم موقعك او كونتاكت اسم موقعك دوتكم زي مسلا صبورت اتعلم دوتكم او اتعلم دوت نيل دي الهدايا الاولى بنقدر نحصل عليها من هنا او تحصل على الهدايا التانية ان انت تنشئ موقع الالكتروني احترافي في شكل احترافي ورد بريس زي ما انت شايف زي المواقع دي وتبدأ ترفع عليها صفحات الهبوط اللي احنا هنطبع عليها الشرح. سواء هتشتغل على الموقع المقاون من صفحة واحدة واللي هنشرحه بالتفصيل فوق في حرف الاينة او هتشتغل على بلوجر. ايا كان اللي انت هتشتغل عليه عادي مفيش اي مشكلة لاتنين سيان. اهم حاجة ان انت تحجز الدومين الاحترافي وما تفوتش الفرصة والكوبون لحجز الدومين بتاعك دومين دوت كوم. اول حاجة بقى انت بتعمل هنا بوسط تكتب هنا عنوان عنوان العرض السي بي اي اللي انت هتشتغل عليه. وليكن عرض السي بي اي الخاص بتطبيق برنامج النباتات زي ما قلنا بتكتبه هنا في العنوان. وبعد كده بتكتب كلمتين تلاتة الخاصين بالعرض برضو اللي انت جايبهم من الشركة اللي قدامك. تمام? وتاخد سكرينشوت للصورة دية وترفعها على بلوجر. وبعد كده يكون عندك تديونة او تعدل في الموقع الالكتروني ورد بلس زي ما قلنا في اول فيديو واللي انا شرحه فيه سندوق الوصف هتلاقيه فوق في عرف الاي. تمام? بعد كده اروح للخطوة اللي بعد كده. وان انت بتروح على ترجمة جوجل. وتبدأ تكتب له شروط تحميل التطبيق او شروط استكمال العرض. زي مسلا ازا كنت تريد مزيد من الخبرة لتعلم كيفية الاهتمام بالنباتات وزراعة النباتات فيجب انت توفر تلات شروط لديك. او لحاجة الشرط الاول ان انت تسكن امريكا. ليه تسكن امريكا? لان احنا مستهدفين عرض في الولايات المتحدة الامريكية. فلما تيجي ترجم او تطلب الزوار لازم يكون عايش في الامريكا. شرط التاني الدخول على الرابط لتحميل التطبيق. وهنا انت بتحط رابط الدومين بتاعك اللي انت حاجزته بعد ما تربطه بلوجر او سواء استخدمت الموقع الالترولي المكون من صفحة واحدة. وبعاكها بتقول له الشرط التالت تحميل التطبيق عشان تحصل على مزيد من البيانات والحصول على المعلومات الخاصة بالنباتات وزراعة النباتات. الشرط الرابع وهنا بقى بنطلب منه الغرض من استكمال عرض السيبي ازاي? لو احنا اشتغلنا على فهو عايز يحمل التطبيق. لو اشتغلنا على فهو بيطلب على حسب العرض استكماله ازاي? تمام? وبعد كده بقى بعد من خلص ده كله بناخد بقى الترجمة دي كلها من اللغة العربية للغة الانجليزية ونبدأ نسوق. طيب هنسوق فين? على المنصتين اللي احنا قلنا عليهم في اول الفيديو. المنصة الاولى وهي منصة ميوي. منصة ميوي اللي قلنا عليها زوار بيتخطى الستة مليون زيارة شهرية ومستهدفة في الولايات المتحدة الامريكية. كل اللي انت بتعمله بتعمل تسجيل دخول بطريقة سهلة على الموقع بالبريد الالكتروني واسمك. وبعد كده بتيجي هنا على المنصة ميوي. وبتيجي هنا وبتبحس عن النباتات او التطبيق اللي انت بتبحس عنه وتبدأ تشترك فيه الجروبات والصفحات وتبدأ ترفع عليها بوستات. بنفس بقى اللي احنا ترجمناه ترجمة جوجل هنا اللي احنا اخدناها ونروح هنا نرفع البوست. ونيجي هنا ونحط رابط الموقع بتاعنا او الدوين بتاعنا اللي احنا حجزناه واللي عليه صفحة الهبوط اللي فيه بيانات وعرض السي بي ايه. تمام كده? بنحط هنا وبعد ما نخلص نضغط هنا على بوست علشان يتم نشر البوست ده وفيه رابط الموقع بتاعي وفيه عرض السي بي ايه? وكمان الموقع مستهدف مية في المية في الولايات المتحدة الامريكية. تخيل بس ان انت لو جالك مية زائر على البوست مهتم بالنبات من الستة مليون زائر اللي بيدخلوا على الموقع فانت بتحصل على ارباح مباشرة تصل لتمنتاشر دولار او تمانية وتلاتين دولار على حسب عرض السي بي ايه. اول انت تستغل المنصة التانية وهي اللي بتصل عد الزوار بتاعتها الشهرية لسبعمية وخمسين مليون زيارة شهريا ومستهدفة في الولايات المتحدة الامريكية زي ما قلنا وهي منصة كورة. منصة كورة منصة مهتمة بالاجابة على الاسئلة. كل انت هتعمله بتيجي هنا تبحث عن السؤال المهتم بعرض السي بي ايه? نفس الطريقة عرض السي بي بيتكلم مع نباتات? بيتكلم عن طبقات? وبتبدأ تجاوب على نفسك باستخدام اكاونت تاني. او تبحث عن الاسئلة المهتمة بالعرض السبيب بتاعك وبتجاوب على الاسئلة ديت بمعدل اربع او خمس اجابات يوميا على البوستات او الاسئلة اللي موجودة على منصة كورة. برضو من ضمن سبعمية وخمسين مليون زيارة اللي بيدخولوا على منصة كورة لو جالك بس واحد لا مش نص واحد في الالف واحد من الف في المية من معدل زيرات فانت بتحصل على ارباح من استكمال العرض. وبنبه وبنوه للمرة المليون اختار عرض صادق قوي. علشان الزائر او الجمهور لما يدخل يلاقي تطبيق صادق او معلومة مفيدة بالنسبة له. فيستكمل العرض بتاع السي بي ايه? فانت بتحصل على الارباح من استكمال العرض الصادق والقوي. بفكرت كمان ان انت ما تفردش في الفرصة واوعد فوت فرصة حجز الدومين دوت كوم. تبدأ بقى تفهم الاستراتيجية وتفلترها وتشوف ازاي هتنفذ الاستراتيجية ديت بافضل طريقة اللي تناسب طريقة ربحك وهدفك وطموحك في العمل على الانترنت. بكده تكون خلصنا فيديو النهاردة ياريت تكونوا استفدتم. لو استفدت تبخلش علينا لايك وشير واكيد اشتراكك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان يوصلك جديد فيديوهاتنا وكل ما يخص العمل على الانترنت. يارب اكون ادار تفدكم فانت زوني في فيديو جديد من فيديوهات العمل على الانترنت. واشوفكم على خير. وسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.